اهلا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله حبيت نشارككم مقتطفات من حفلة اللي رحت لها من تعال ثاني كيام هذه كانت من عندي مملحات بكريمة الجبن فقدرت هوملها في نسل اليوم بها يقعدوا جدد وحبيت نوري لكم كذلك وش البست وبعض المقتطفات من الحفلة بش تديه بعض الافكار فاولا رح نبدالكم بالمملحات وش نحتاجوا فيهم اولا رح نخدموا لبات بغيزة نحتاجوا فيها ميتين وخمسين قرام متاع فارينا مية وخمسة وعشرين قرام متاع زبدة تكون مقطع دي كوب صغار كيما هيكا ومن الاحسن تكون بردة بصح مش بردة خلاص نحتاجوا صفار انتا بيضا نص مغرف انتا ملح وهنا عندي ما برد به نجمع لبات المال برد هاد حاول يزوج حتى ثلاث ملاعق ملاعق كبيرة هنا في الوعاء رح نحط الفارينا بهذا الشكل ثم نضيف لها الزبدة او المرغارين الحقيقة مرغارين لانه بزاف يتخلطوا بين الزبدة والمرغارين هنا رح نحط الملح ومن بعد رح نسيه بهكا بالاصابع فقط نرمل هديك الفارينا كليا يعني ندخلوا ملح هديك المرغارين فيها حتى نتحصلوا على خالية رملي رح نضيفوا صفار البيضة ونزيدوا وندخلوا هديك الصفار في هديك الفارينا بهذا الشكل ومن بعد رح نبدأ ونلمو كمقتكم بالماء البارد يعني ممكن حتى بتتعملوش كامل الكمية يعني جيزت هكا تتلملكم فقط لبات بهذا الشكل ومن بعد لما نلموها رح نحطوها فوق سطح العمل ونثيو نعجنوها بهذا الطريقة بس تدخل مكونات فيه بعدها بهذا الشكل يعني مشينا عجنوها عجين عجين فقط بهذا الشكل بس تبقى محافظة على قوامها الرملي أنا رح نستعمل هاد القوالب بعد ما خليت لبات تريح في التلاجة حواليه عشر دقايق فقط أنا ما نحبش عبش ما نحبش ملول ما ندير هاش ولما جربتها ما عجبتنيش فما حبيش نزيد نعودها انو يعني نبسط لابات ونوزحها فوق القوالب لانو من بعد لابات تهبط ما تبقاش حاكمة شكل القالب اذا وش ندير نبليكيها بركب يدي هي صح تاخد بعض الوقت ولكن على الاقل يجو معناها اللي بغكات ملاح أنا استعملت هاد شكلت الكوكياجة حبيت حاجة صغيرة نكمل هون كامل والان هنا راح نحضر كريمة الجبل اللي نحتاج فيها نصف لترتي حليب ولكن نديرو نصف الكمية لانو بقاتلي شو هاد المقادير اللي مديتهم لكم توما ديرو نصف الكمية او نصف المقادير حطيت الحليب فوق النار حتى يبدأ يغلي وفي وعاء اخر حطيت الزوج انتا بيضات الزوج مغارف انتا فارينا يكونوا معمرين مع مغرف انتا انشا تكون معمرة مع نصف مغرف كبيرة انتا ملح نخلطهم جيدا هكا بالفوي حتى يتجانثوا وتختفي تماما الحبيبات انتا الفارينا وانتا انشا في هذه الاتناء يكونوا لحليب صخن نجيبوه ونفرغوه فوق هاد الخاليط مع التحريك المستمر بهاد الطريقة بيش ما يطيبش هاداك البيض وانبعد نجيبوه هادك الكثرونا ونعاودو نفرغو فيها هاد الخاليط عن طريق المثفات بيش نتخلصو من اي حبيبات تبقات انتا الفارينا ولا انشا نعاودو نرجعوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعقد تماما لما يعقد ملح نحطوه في الاناء بهاد الشكل وانبعد رح ناخد حوالي 120 قرام متعلا فشكي غيشاف هادا بيضوق الدجاج المشوي بزاف بزاف ابنين ويمد نكهت الدجاج المشوي في كريمة الجبن طبعا ننصحكم في كريمة الجبن بيش تجي ابنينة دايما تستعملوا جبن لنوعية تكون جيدة وبنين وفي نفس الوقت من الافضل تديروها اغوما تيزي هكا يجي تجي الكريمة تاكم مونكاها انا استعملت بيضوق الدجاج المشوي وتقدروا تديرو بيضوق الزيتون ولا بيضوق التوم او بيضوق الاعشاب العطرية ارا هو يعني لفشكي غيشاف اغوما تيزي فيه عدة نكهات انا نخلط جيدا بالفوي جيدا يعني مليح مليح حتى تختفي حبيبات الجبن تماما في هذه الاثناء رح نغطي السطح نتاعو ورح نرجحها او نحط الاناء في التلاجة حتى تتماثق كريمة الجبن مليح هنا خرجت لبقيت بعد ما كنت حطيتهم في المجمد مدة 20 دقيقة ورح نطيبهم في فرن مزخم مسبقا على 180 دراجة نطيبهم حتى يكتسبوا لون ذهبي بالنسبة لكريمة الجبن فقط ملاحظة من الافضل انه تخدموها يوم من قبل لانه يعني مكفهاش الوقت باش تتماثق مليح احنا بعد ما اخرجتها متلاجة عاودت بركة لسيتها بهذا الشكل بالفوي رح نحطها في هدي في الابوش عدوي العدوي هديك المسننة كيما قدكم ديروا غير نسبة الكمية لهذا الكمية تالع جينة لمدت لكم ديروا نسبة الكمية لكريمة الجبن انا بقى لي تقريبا نسبة الكمية كاملة اذا احنا نبدأ نعمرهم بهذا الشكل ومبعد نجي لمرحلة التزين ودايما نقولكم انه التزين اختياري انا احنا زينت من الفق ببودورة الخشخاش وزينت كذلك بحبة انت زيتون هكا على الطرف بالنسبة للزيتون شلوها مليح نشفوه بابي ابصغبون بعد ديروا له قطرات تنتعى الزيت وحركوا جيدا في هدوك القطرات تتعزيت بش يبقاوا يعني هكا ينلمعوا ومبعد تزينتهم هكا باوريق صغيرة متاع نعنى وبامكانكم كذلك تزينو بالمعدنوز حقيقة جاو بزاف هايلين يدوبوا في الفم لانو دايتهم كما قلت لكم معايا فما قدرت نقسم معكم حباو ولكن جاو هايلين 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 كريمة الجبن المنكهة جات يعني هايلة مدقها جد مميز بنكهة الدجاج المشوي وحاجة خفوفي طبعا لانو خفقنا هديك الكريمة فجت بزاف خفيفة بالنسبة للسعر انتحهم هادو يالبنات يتحسبو 30 دينار جزائري للحبة لانو يعني ما فيهمش حاجة كبيرة بزاف نشوفو ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها وخلو لعفا اراكم في التعليقات اذا نحن نروحوا للجزء اللي كامل يحبوه هدي كان فيه اتبعني بزاف تحب يعني تعرفوش لبست كيفاش نسقت الملابس وكلشي فحقيقة انا هاد المقطع صورته من نورة يعني ما جيت من الحفلة ما كانش عندي الوقت باش نصور هوش لبست او بالاحرى صورته تاني نهار على بيها لاجب هاكا فخواتي لاني هادا كوين او كنت دايجا لبستها فيها حتى هاكا واحدة لاتاش وريتها لكم بركو لكن راح نغسلها جاي ميدي ماهيش ميني هي ميدي فيها واحدة بتيت فونت هكا على جنب هادا لقو اللي لبستو معاها جاي في الدنتيل كيما شبتو حبيت نكون سامبل ومع الصخانة هاديك ما حبيت نلبس معناها حاجة تبره بالخيمة او كيفاش يجي يجي شغل في القبضات او الى السيكي وطلع حاوين تحبي او زيدي او تقاف لها بنريبونا هاديك البيضة جاي من الفوق بهاد الشكل فيه قفال صغيرونة من لورا هادا بالنسبة اللوق ووش لبست في رجلي اكيد يعني تذكروه نهار شريته مرة مرة هادا هادا صباطن تاع النمر هادا وين كتب لي اماجينو هادا وين كتبت لي به لبستو ديما هكا مالبليش علاش كين شري حاجة ملبساش في دقيقتها ما مكتبتش بش نلبسها في هاديك لا برياض كانوا صح عندي مناسبات ولكن ما رحت لهمش كامل كانوا كين هكا شاك فواتصرا حاجة وليدخلني نانيولي ما رحت له هادا هدوك المناسبات هادي وصي لا بوشت شفتوها هزا عم شريتها مع هاداك الصباط وكن فيها وحدة دراس فيها كوريتها كبيضة عقاشات بيضة كبارة نحيتهم علبني ما خارجت سويسوة معاه ولكن ديبانيت وخلاص لبست هاد لا بغيغن تاع الفضة هادي سنسلة تاحا جاية سامبل خلاص هادو مالي بوكل تاحا كذلك سامبولي وهادي لا قغمات المهم كلي على بعضي جيت سامبل كيمان حبانا وطبعا لازم الفوق باش نخرج بهم ما نقدرش لازم عبايا فلبتش هاد العبايا ازمني مثل حك بي رات على الاسباس بيتشوفوها كيف ها جاية فما قدرتش وريت لكم بركة دراحة هادا دراحة يجي شغل هكا باعريض فيها وحدة دونتال هكا على الطراف هادا خيمان رحوثي يجي البلومان بدون تالي في الدرعين الكاميرا باك مبينتها شهباي ما شهبايش كحلة هبل وهدا لحظة من تحبسك هي تجي تتربط المهم هادا وش البذت وهنا كنت كما بدلت يعني وجدت روحي تو جبت هادو من الفريجيدير ثورت المقطع الاخير باش شفتوه وحطيتهم في اللابوات هي الكمية المطلوبة كانت عشرين حبا حطيتهم في اللابوات ورحت واحدة سخانة هادا ليامات معن بلكم ماشيين في طموبيل عبد ما ينصاب كان غير ديف وات لقا طموبيل هكا معدية ولكن عبد ما ينصاب في هديك القيلة طرق نصور لكم المقتطافات ولي عندهم حفلة تابيام ولا تابي مراخلف ان شاء الله الباك ولا الناس اللي ما زلت ما درتش تسين كيام تقدروا تدو بعض الافكار لما دخلنا وتلاقينا وقعدنا يدو كانت تقديم هما المملحات لي هما هادو متاعي وهادو هادو لي درتهم القاناة لي سبق وعرفتكم بيها زي السكر مع غاليا الوصفة تحمرها هي بعدها في قناتها رح نخليها لكم في التعليق المثبت هادي تعليل ثغفيات البوكي تعليل ثغفيات قدمتهم بهذا الطريقة معناها دارت هادوك المملحات وحبت تزيد معاهم مملحات خفوفة هما هادو لي درتهم لها انا دوك نوريهم لكم برك عن قرب لما هزيت لاباغان تاعي بزاف ابنان جايوا سوا هادو تغاليا ولا حتى تاعي طبعا بعد الاندخي كينا رفيس دارتها رفيس فقط وهو من يعني درتوا بيديها ام الطفلة اللي نجحت ويهبل يعني جا رفيس يهبل ما شاء الله فحلة يعني يعطيها الصحة جبته ويهبل ام طبعا رفيس يتشكل مع البن وكاين كي ما قلت لكم يديروا لمسا لوس واحده ولي يديرهم عبداهم كاين اللي يديروا القرثة يعني كل واحده وشي يحبي يدير وبعد رفيس يجو لقبل ديثاغ دوك نشوف او دوك تشوفو كيفاش قدمتو انا عجبني يعني مقدم بهاديك الطريقة ووجي طبعا هذا راهوا هنا يعني ديثاغ وجي كانوا من وراء من وراء الرفيس اهنا نتنصور بركة لطابل يعني لي فيها كاملة لي قاتوا لي حطوهم هدي بعد زميلتي في العمل ها هو ديثاغ كيفاش قدموه كان خوخ ومرحوم كي ما نقولولو احنا ها هو العنب وهذا الجو ومبعد جا اه جت اه لبارتينتا القهوة اه لي فيها اه هاد الحلويات اه با اه كان حلوى اه تاعي وكان حلويات اه طريا ديليث وكان حلويات اه غاليا ودركوا تشوفوهم اه هادي الحلوى هادي الموف قبل الموف هادي اه غريبية نتالة انتع اه تريا ديليث وهذاك القريوش تاغاليا تدفيرا وهادي الحلوى تاعي وهدو تانية الفراشات انتع تريا ديليث هي دارة الوصفة البارح بعد في قناتها نزلتها وكذلك حطوا الكاستيل الكاستيل هو تطبيق انتع واحدة للوصفة انتع تريا ديليث روحوا القناة تتلقاوا الوصفة الكاستيل اه تطبيق ناجح يعطيها الصحاجة بزاف هايل وهنايا كما اشتوا ليثغفيت طريقة تقديم ليثغفيت على شكل بوكي جوا هايلين كذلك هدوك لكعيكعات بالجوز من تحضير غاليا كامل الروابط نخليهم لكم يا لابنات في التعليق المتبت باش تشوفوا الوصفات بزاف هايلين هديك الحلواتي تشوفوها في الايام القادمة ان شاء الله ها راني صورتها كل شي بارك ما زال مونتاج ما يعني ما درتوش وهادي هادي المقطع صورتو في البداية يعني كما ادخلت لعندها صورتو زع ما بيش نحطو في الاول فينا المحطيتو في الاخر شا كل شي هاي اللي يعطيها الصحة والقاعدة تهبل اجمل يعني ما في القاعدة هي لمة لحباب حاجة يعني روعة تبقى ديما هكا ثباني غلي يجمعنا ديما ربي دومها ان شاء الله هنعمة وهكا كملنا كلينا زدنا شغلنا شوية وتحكنا شوية وروحنا انا هنا روحت معطو ريا ديليس وعدات فاتت هاي لا ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو اكيد اديتو بعض الافكار لانه فيديو غني بالافكار بوظفة رائعة ونلتقي في فيديو لاحق حبيبتي مع السلامة اشتركوا في القناة